بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هناخد اخر نوع من انواع الارث بريشر اللي هو بتاعنا اللي هو عشان احراف احسب الفورسة على بتاني جول وعرف اصممها بعد كده. يعني ايه كلمة بريشر خلاص تعلمنا بقى ان انا الحيطة بتاعتي اما اتضغطت بالشكل دوت هي تحركت كده فكل التربة ديت حصل لها بقت اكتف. لكن مشكلة بقى في التربة دي. التربة دي. ايه اللي حصل فيها لو تلاحظ? الحيطة بقت مالها بتزق الحيطة. عشان كده التربة دية بقى حصل لها حاجة اسمها على الجزء ده من الايه من الحيطة. فده باسف وده مين? اكتف عندي. زي ما انت شايف فورس جات لي كده. فايه اللي حصل ده تحرك كده? فعايزة تقع. فبقى في عندي تربة هنا. طب التربة دي ازروفها. هل دي بقت اكتف? لا. ده الحيطة تحركت اتجاهها فبقت باسف. فبقت التربة دي اكتف لكن التربة دي مالها باسف الجزء ده. طيب. الباسف ايرس بريشار برضك زي ما تعلمنا في الاكتف ايرس بريشار. في الجرانيول مين? صويل. صويل الاول لو كانت اتكينوت. از اول موفز توردز. بركز تاني هنفت. زي ما قلنا المرة اللي فاتت بالزبت. انا عندي شوية تربة هنا. ماشي? وعليها ده متحركش. فعليها مين? عليها اترست. طب انا ده تحرك كده. اه. الضغط ده يزيد ولا يقل? لأ طبعا ده لازم يزيد. فبنقول از اول موز توردز سيسويل طبعا سيجما ده مش هتغير. لكن مول سيجما هارزونت المالها هتقعد تزيد لحد ما توصل لمين للفلير? يعني في حالة من استيت. نفس الفكرة اهي. دي كي نوت بتاعتي. فعملها الحطة تتحرك 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 تتحرك. فالفورس المالها تزيد. الفورس تزيد لحد ما توصل لين? للباسب استيتب بتاعتي لنتيجة السيجما هارزونت الزادر عندي. نفس الفكرة اللي احنا قلناها في الاسب او ايسب في الاكتف. ادي السيجما مين? بتاعتي السيجما فيرتكال. ودي مين? السيجما مين او السيجما نوت بتاعتي ايه. هنا في الاول بسجما نطفل. هل هي 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 ما هو الا مقلوب الكي اكتف. فاكرين الكي اكتف اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت واحد ناقص صين فاي على واحد زائد صين مين فاي. يعني الكي باسف مقلوبها. يعني لو دي تلت هتبقى الكي باسف بتلاتة. يعني شوفوا الفرصة هتبقى اكبر منها تلات مرات. طبعا المستوى اللي انهيار في حالة الباسف بتاعتي هتبقى خمسة واربعين ناقص فاي على اتنين. ليه? عشان دي السيجما و دي السيجما هورزنطة. ده اللي هو مستوى الأفقي و ده مستوى الرأس. لكن اللي المستوى اللي يحصل في الانهيار اللي هو كام خمسة واربعين ناقص على اتنين. يعني ادي المستوى بتاعي هات Phb4 ناقص فاي. لكن في الاكتف حد يفتكر كده. كانت الزاوي بتاعت اللي انهيار بتاعتي ادي ايه? كانت خمسة واربعين زائد على اتنين. ده الاكتف لكن الفاسف خمسة واربعين ناقص فاي على اتنين. قلنا هنا شفت حصل حركة بالشكل كده اسمها دلتا إكس. زائت الطربة اللي هنا. فابتدى يجيب لي الزاوية بتاعتي خمسة اربين اصفائي على اتنين اللي هي زاوية الايه? مستوى الانهيار بتاعي. طب احسب الارس بريشر ازاي? بالزبط زي اللي شرحناه في مين? في الاكتف ارس بريشر. عايز الاول الهوريزونطل اقول له في الجاما في اتش. طب دي سي. هنا السي بقى مفيش حاجة اسمها راحة الناحية التانية. ده راحة كده يعني بتتجمع معاها. فبقيت المحصلة بتاعتي ما هي الى في جاما في اتش زايد اتنين سي جزر الكي مين دي طبعا مفيش حاجة اسمها تنشن بقى ايه? هنا تنشن كراك بيحصل في مين? في حالة الايه? التربة او في حالة الاكتف ارس بريشر. يبقى السيجما هوريزونطل عبارة عن سيجما في مين في الكي باسب زايد اتنين سي. طبعا عندي هنا ممكن بقى اقسم بقى ده ايه? مستطيل ومسلس. واجيب المحصلة واجيب الواي ايه بار بتاعتها. زي ما انت شايف ده وهو مسلس عادي خالص بس الكلام ده سي مالها. ممكن تساوي صفر وممكن سي مالها لا تساوي صفر. هنا في الحالة دي السي بكام بصفر? اقوله لأ سي بصفر يبقى انسى الكلام ده خالص. مفيش هنا مستطيل بتاع السي. لكن في المسلس اللي هو عبارة عن ايه? ها? كي باسب في سيجما فيرس. ده بكام بصفر خلاص انتهى. فبقت سيجما باسب عبارة عن كي باسب في مين? في السيجما باسب بتاعني او السيجما باسب بتساوي دي اللي هي مين? سيجما هوريزونتر. خلي بالا. بساوي كي باسب في السيجما مين بتاعتي. واقدر اطلع البي باسب بتاعتي. واقدر اطلع لأيه نص القاعدة في الارتفاع والمكان ايه بتاعه. واحد سألني سؤال لو في هنا كيو. هل هتبقى تأثر برضك? طبعا. هيبقى في عندي مستاطيل هنا مقداره في الكي مين? طيب وده اتجاهه? اتجاهه كده. طب لو فيه كمان يا سلام ده بقى فيه كمان مين? مستطيل تاني هنا كده. عبارة عن اتنين سي غاز كي مين? طب لو فيه مياة كمان يا السلام ده خد كمان مسلس الميا. غاما ووتر. اللي هي اللي ارتفاع كله. بس خلي بالاك هنا بقى لما يبقى فيه مياة ان انت تيجي هنا الغاما بتاعتك اللي جاما. في الاتش لازم تبقى جاما مين? يبقى لو قلنا ملخص كده ببساطة خالص. ايه الفرق بين والباسيف والاترس عندك في النص ده مين? ده الاكتف. يبقى المنبر اللي هنا هيحصل له اكتف يبقى ده يحصل له مين باسيف. ليه? عشان التربة تحركت كده. طب لو تربة تحركت كده اقول له اه يبقى ده اكتف وده مين? ليه? ايه دوت? الوول موفز اوي. يبقى ده اكتف ها? وده باسيف عندي. ادي الخلاصة بتاعتنا هنا في الاخر دي الكي نوت بتاعتي قيمتها بتاعتي بتبقى واحد نقص صاين فاي. اما الاكتف واحد نقص صاين فاي على واحد زائد صاين فاي. وهنا واحد زائد صاين فاي على واحد نقص صاين فاي. نلاحظ ايه? ان الكي نوت مالها اكبر من الكي اكتف. والكي نوت اصغر من مين? من الكي بتاعتنا اي ادي ده مين اترست اتحرك كده يبقى ايه ها يبقى ده باسف اتحرك كده يبقى مين اكتف بتاعتي قيمة الاي بتاعتي انه هو اهي شايفي القيم بتاعتي ده اي نوت وده الاي باسف وده يعني الارس بريشر في حالة قيمة متوسطة في الاكتف قيمة صغيرة وفي الباسف مالها قيمة كبيرة عشان كده لما باجي اصمم ريتينج وول لو صممتها ريجد اوي هتبقى اترست لكن لو سلتها ان هي تتحرك سنة بسيطة شفت الاي اكتف هتبقى صغيرة فيطلع لي قطاعات رشيقة ومحترمة يبقى انا ديت التالت العلاقة ما بين مين التلاتة ارس بريشر الاكتف ارس بريشر والباسف ارس بريشر والأترست اي نفس الكلام هنا اترست الحالة دي باسف والحالة دي مين اكتف عندي وفي الاخر لازم نعرف ان سيجما هروزون طرعبارة عن الكي اكتف في مين سيجما فيبتك ناوز اتنين سي في جزر الكي باسف لكن لما تبقى عندي باسف يبقى مين زائد اتنين سي جزر مين الكي باسف ولازم افتراضات رانكين اني لازم تبقى الحيطة مالها اسموس طب لو كانت عندي ميلة لأ مش هتنفع مين عمينا رانكين لازم نستخدم النظرية قلم او نظرية الايه الوجي بتاعنا وكده خدنا التلات انواع من الارس بريشر عايزين نبتدي بقى نصمم الحيطة ده اللي هنشوفه في الحلقات القادمة بازم الله شكرا